أنا أتصور هو الأمرين معاً يعني هذا البيت السياسي الشيعي هو كان يحمل منذ البداية مقومات الضعف لأنه لم يستطع أن ينتج أداء أفضل بما يتوازى مع طموحات جمهوره أو مكونه المجتمعي ولذلك بدأ يفقد الكثير من ثقة جمهوره تزامن ذلك يعني مع عملية الاغتيال لكن ما قبل ذلك سليماني بالتحديد كان قد شخص هذا الموضوع ولذلك انطلق منذ بداية ثورة اكتوبر من العام 2019 انطلق بمشروع جديد يعني هو مشروع البيوتات ليس فقط البيت السياسي الشيعي وإنما حتى السني والكردي وكانت هذه الحوارات تجري آنذاك بشكل كبير جدا نجح إلى حد ما رغم أن بعض القوى السياسية على سبيل المثال الحكمة والنصر كانوا بالضد كانت تمانع تشكل ممانعة كان يشكلون ممانعة وذهبين نحو أسقاط عادل عبد المهدي لكن تلاحظ بأن ما سمي بوثيقة الشرف في بيت سيد عمار الحكيم كانت هي بفكرة ودفع من قبل قاسم سليماني آنذاك ووقعت حتى الأطراف التي كانت ترفض بقاء عادل عبد المهدي ووقعت على عملية الدعم الآن أتصور بأن البيت السياسي الشيعي يعني هذا الضعف أثر بشكل كبير جدا على أدائه ولذلك فقد الراعي كإنما فقد المحرك بشكل أو بآخر إيران لا تزال راعية